موسيقى الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة نشرة جديدة من القاهرة الإخبارية والبداية دائما بأبرز العنوين أكثر من عشرة شهداء جراء استهداف منازل سكنية في مدينة غزة ومخيم النصيرات الأردن يستضيف اليوم مؤتمرا حول قطاع غزة من أجل تعزيز الاستجابة الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية الطارئة مقتل خمسة أشخاص جراء قصف إسرائيلي استهدف العمق اللبناني موسيقى والبداية دائما مع تطورات الأوضاع في قطاع غزة موسيقى موسيقى زلاح يهتم موسيقى 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 استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في قصف للاحتلال غرب مخيم النصيرات وسط قطع غزة وأفاد مراسلنا بأن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا غرب مخيم النصيرات هذا وأعلن مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلحة عن وصول ثلاثة شهداء وعدد من الجرحة جراء قصف إسرائيلي على منزل في منطقة الزويدة وسط القطاع أما شمالي قطاع غزة فقد استشهد ثمانية فلسطينيين أغلبهم من الأطفال في استهداف لمنزل وسط مدينة غزة وفاد مراسلنا بأن طائران الاحتلال استهدف منزلا في شارع المعامل بحي الدرج وسط مدينة غزة وقصف حي التفاح شرقي المدينة وأعلن الدفاع المدني في غزة أن تواقمه تمكنت من انتشال الشهداء الثمانية أغلبهم من الأطفال وعدد من الجرحة من تحت أنقاض المنزل المستهدف كما توجهت تواقم الدفاع المدني إلى منطقة أبو اسكندر في حي الشيخ ردوان شمالي مدينة غزة بعد تلقيها نداء استغاثة عن أهداف أو استهداف أحد المنازل من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي ما زال يعاني أهالي مخيم النصيرات بقطاع غزة صدمة كبيرة جراء الهجوم الذي شنه جيش الاحتلال السبت الماضي لتحرير أربعة محتجزين الهجوم الإسرائيلي أسفر عن سقوط أكثر من مائتين وسبعين شهيدا فلسطينيا بالإضافة إلى مئات المصابين في مشهد مأسوي وقف فلسطينيون أمام أنقاد مباني دمر هجاش الاحتلال في مخيم النصيرات بنظرات تملأها الحسرة مما آلت إليه حياتهم أهالي المخيم الذي يقع وسط قطاع غزة يعيشون حالة من الصدمة بعد المجزرة التي أصفرت عن استشهاد أكثر من مائتين وسبعين فلسطينيا أغلبهم من النساء والأطفال وكبار السن التوقيت الذي شنت إسرائيل فيه هجومها على المخيم كان الأكثر ازدحاما دفعت بعشرات من جنودها تحت غطاء كثيف من نيران المذفعية والطيران أحد سكان المخيم وصف المجزرة أنها الأسوأ خلال فترة الحرب على غزة منذ أشهر على الرغم من المجازر التي ارتكبها الاحتلال كان هذا بيتنا إحنا كنا قاعدين فيه في أمان الله فقد أصار انتجارات عدة متالية معرفت ماشي إيش اللي بيسير نكون قاعد فوق أنا في شكتي نزيت نطابق اللي عنده لي لقيت أهلي كلهم مرميين بسبب الجنود اليهود كان بضرب علينا سواريخ لاو تطلع عند عددار أهله كلهم مصوبين غير هيك الكساف النارية اللي هي الكوات كابتر الفستاش الزنانات بشكل فضيح كان غير الجنود اللي في المنطق كانوا كله كان يطف في المنطق هذه خلال العملية الإسرائيلية التي لم تتجاوز ساعتين قتحمت قوات الجيش المخيم المقتضى بالسكان لتخليص أربعة من محتجزها وإن كان جيش الاحتلالي قد حقق انتصارا بتحليل محتجزيه رآها البعض زائفا لكنه بالنسبة للفلسطينيين مأساة أخرى تضاف إلى سلاسل لا تنتهي من المآسي فقد خلالها الأهل والأحبة والبيوت صوت مجلس الأمن بالأغلبية لصالح مشروع قرار أمريكي يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وأيد مشروع القرار أربعة عشر عضوا مقابل امتناع روسيا عن التصويت وينص القرار على الدعوة إلى قبول اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق صراح المحتجزين ويدعم هذا القرار المقترح الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن الخاص بوقف الحرب في قطاع غزة هذا وقالت مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن ليندا توماس جرينفيلد إن واشنطن عملت مع مصر وقطر لتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وأشارت أمام مجلس الأمن إلى أن هذا النهج يعد السبيل الوحيد لإنهاء الحرب بشكل مستدام والآن بدأت الفرصة أمامنا وعلينا أن نختني معها وعلينا أن نتحدث بصوت واحد لمدة أشهر عملت الولايات المتحدة على مدار الساعة مع مصر وقطر للأتفاق على صفقة بين حمس وإسرائيل لوقف إطلاق النار لأننا نعرف أن هذا هو أفضل سبيل بالسبيل الوحيد لإنهاء هذه الحرب بشكل مستدام ومنذ وقف إطلاق النار القصير في ديسمبر وتبدل الرهائن فهذا كان بعيد المنال لما؟ لأن حمس رفضت قبول أي اتفاق ولكن الآن بدأت هناك فرصة أخرى موجودة لأنه مثلما أعلن الرئيس بايدن وافقت إسرائيل على صفقة شاملة أكد ممثل الجزائر لدى مجلس الأمن عمار بن جامع أنه تم التوافق على مشروع القرار الأمريكي لإعطاء الدبلوماسية فرصة للتوصل إلى اتفاق لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وأضف بن جامع أنه لا يمكن قبول الاستمرار الاحتلال في ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين لقد أيدنا مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة لأننا نعتبر أنه يمكن أن يمثل خطوة نحو وقفا فوريا ودائما لإطلاق النار وأود أن أعرب عن امتناننا لوفد الولايات المتحدة وبشكل خاص السافرة ليندا توماس جرينفيلد على شهود الحثيثة وعلى معالجة بعض انشغالاتنا في النص النهائي لقد اشتركت جزائر في عملية المفاوضات بحسن نية وعملت بشكل واثيق مع الفلسطينيين والوسطاء للتوصل لقرار يضمن وقفا فوريا لإطلاق النار هذا كما أشرت مندوبة بريطانيا لدى مجلس الأمن إلى أن الصفقة المطروحة هي أفضل سبيل للإفراج عن المحتجزين المتبقين وتحقيق وقف إطلاق فوريا للنار في غزة وإدخال مزيد من المساعدات وأكدت أن الشعب الفلسطيني في أشد الحاجة إلى تلبية احتياجاته الإنسانية الوضع في غزة مأساوي والمعاناة طالت كثيرا الصفقة المطروحة أمر طالما دعت إليه المملكة المتحدة وهي أفضل سبيلنا لإخراج الرهائن المتبقيين وتحقيق وقف فوريا لإطلاق النار مما يفضي لأنها دائما للأعمل العدائية والسماح بزيادة كبيرة المساعدة الإنسانية التي توجد حاجة قوية لها أننا ندعو الأطراف إلى اختنام هذه الفرصة والتحرك نحو سلامنا دائما يضمن الأمن والاستقرار أكد مندوب الصين لدى مجلس الأمن فوتزونج أن بكين سوتت لصالح القرار الأمريكي بوقف إطلاق النار في غزة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وأضف أن الصين ستعمل مع أطراف كافة لتنفيذ وقف إطلاق فوري للنار في غزة وإعادة القضية الفلسطينية إلى مسارها الهجوم الواسع ضد رفح الإسرائيلي والهجوم على مخيم نصيرات خلال اليومين المضيين أدى إلى سقوط المزيد من الضحايا وفي مواجهة هذه الأزمة توصل المجتمع الدولي إلى اتفاق كاسح وعنتمد كل من مجلس الأمن والجمعية العامة عددا من القرارات التي تدعو إلى وقف إطلاق نار فوري غير مشروط دائم وإطلاق فوري لصراح رهائن هذا ورحبت حركة حماس بما تضمنه قرار مجلس الأمن الذي أكد على وقف إطلاق النار الدائم في غزة والانسحاب التام من قطاع غزة وتبادل المحتجزين والأسرى والإعمار وعودة النازحين إلى مناطق سكناهم ورفض أي تغير ديمغرافي أو تقليص لمساحة قطاع غزة وإدخال المساعدات اللازمة لأهلنا في القطاع وأكدت حماس استعدادها للتعاون مع الوسطاء للدخول في مفاوضات غير مباشرة حول تطبيق هذه المبادئ التي تتماشى مع مطالب الشعب الفلسطيني والمقاومة أكدت حركة الجهاد الإسلامي أنها تنظر بيجابية إلى قرار مجلس الأمن الأخير وأشرت الحركة إلى أن هذا القرار يفتح الباب أمام الوصول لوقف شامل للعدوان الإسرائيلي والانسحاب الكامل لجيش الاحتلالي من قطاع غزة رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت بقرار مجلس الأمن الدولي وقال أبو الغيت أن مجلس الأمن تأخر كثيرا في الاطلاع بمسؤوليته وسمح بسقوط ألاف الضحايا من الفلسطينيين وطلب الأمين العام لجامعة الدول العربية بالعمل على لجم جماح العدوان الإسرائيلي بشكل فوري من جانبها رحبت مصر بالقرار الصادري عن مجلس الأمن لدعم الصفقة الخاصة بالتوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وجددت مصر مطالبتها لإسرائيل بأهمية الامتثال لالتزاماتها وفقا لأحكام القانون الدولي ووقف الحرب التي تشنها ضد قطاع غزة داعية كل من إسرائيل وحماس لاتخاذ خطوات جادة تجاه إتمام هذه الصفقة في أسرع وقت والبدء في تنفيذ بنودها دون تأخير أو مشروطية وعادت مصر التأكيد على ضرورة تحريك الأطراف الدولية لإيجاد الأفق السياسي لتنفيذ حل الدولتين كونه الضمان الوحيدة لنهاء الأزمة من جذورها وإقام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية رحبت الرئاسة الفلسطينية باعتماد مجلس الأمن الدولي قرر يدعو إلى وقف فوري تام وكامل لإطلاق النار في قطاع غزة واعتبرت الرئاسة الفلسطينية اعتماد هذا القرار بمثابة خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف حرف بالإبادة المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني داعية الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم لتنفيذه وأكدت الرئاسة أن تأكيد مجلس الأمن في قراره على التزاماته أو التزامه الثابت برؤية حل الدولتين يتطلب العمل بشكل جدي نحو تنفيذ الحل السياسي الذي يقود إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة رحب الاتحاد الأوروبي باعتماد مشروع القرار الأمريكي الذي يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة في مجلس الأمن الدولي وأكد مسؤول السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوسيب بوريل على الترحيب باعتماد مجلس الأمن للقرار 2735 الذي يدعم مقترح وقف إطلاق النار في غزة داعيا إلى تنفيذه فورا تنطلق اليوم أعمال مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة والذي في منطقة البحر الميت بالأردن أو سيعقد في منطقة البحر الميت في الأردن ويهدف المؤتمر إلى إيجاد خطوات عملية تضمن إيصال المساعدات الإنسانية والطبية الطارئة وتحدد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في غزة كما يبحث المؤتمر سبل توفير مختلف أنواع الدعم اللازم للقطاع وتأكيد الالتزام باستجابة جماعية منصقة للتعامل مع الوضع الإنساني الحالي في غزة واستدامة خطوط المساعدات وحماية المدنيين أكد عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني بن الحسين إن أن عقاد مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة اليوم بالمملكة يأتي من أجل تنسيق إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع وأشار ملك الأردن خلال استقباله رئيس أندونيسيا المنتخب برابور سوبيانتو إلى ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين وشدد الملك عبدالله الثاني على ضرورة العمل من أجل إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في القاهرة وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين الذي يزور المنطقة وأكد الرئيس المصري أهمية تضافر الجهود الدولية لإزالة العراق لأمام إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة وإنهاء الحرب على القطاع ومنع توسع الصراع والمضي قدما في إنفاذ حل الدولتين وذكرت الرئاسة المصرية أنه تم خلال اللقاء الاتفاق على تكثيف هذه الجهود خلال المرحلة الحالية كما شهد اللقاء مناقشة الجهود المصرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي غزة وقد ثمن وزير الخارجية الأمريكي دور مصر وقيادتها بشأن جهود وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع مشيدا بالعمل والتنصيق المشترك بين الدولتين لاستعادة الأمن والسلم بالإقليم التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتونين بلينكين رئيس وزراء الإسرائيلية بن يمين نتنياهو في إطار زيارته إلى إسرائيل ضمن قولته بالمنطقة وأكدت الخارجية الأمريكية نتنياهو أطلع نتنياهو على الجهود الدبلوماسية للتخطيط لمرحلة ما بعد الحرب في غزة وأوضح أن بلينكين أكد لنتنياهو وقوف الولايات المتحدة وقادة العالم خلف مقترح وقف إطلاق النار في غزة مشيرة إلى أن مقترح وقف إطلاق النار سيتيح الفرصة للهدوء على حدود الإسرائيلية اللبنانية والمنطقة بشكل عام نفت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون استخدام الرصيف البحري المؤقت في عملية الاحتلال لاستعادة أربعة محتجزين في غزة لكن المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر قال إن إسرائيل استخدمت منطقة قريبة من الرصيف في العملية وأشار إلى أن تلك العملية لم تعرض القوات الأمريكية في الرصيف البحري للخطر مؤكدا أن السياسة واشنطن واضحة في عدم وجود أي قوات أمريكية على الأرض بغزة وضف متحدث البنتاجون أن الرصيف البحري قبل تقطاع غزة له هدف واحد وهو نقل المساعدات إلى القطاع أعلن جيش الاحتلال مقتل جندي من لواء جفعاتي خلال معارك في قطاع غزة وكان عدد من عناصر جيش الاحتلال سقطوا أمس بين قتيل وجريح جراء تفجير منزل مفخخ بمخيم الشابورة في رفح الفلسطينية واستهداف قوة من جيش الاحتلال في محيطه صدق الكنيسة الإسرائيلية على تمديد عفاء الحرديم من التجنيد الإلزامي وتم تمرير مشروع القانون الذي يعفل يهود الحرديم من التجنيد بأغلبية 63 عضو كنيست مقابل 57 معارضا وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أف جالانت هو الوحيد من بين أعضاء اتلاف نتنياهو الذي صوت ضد ذلك وشدد جالانت سابقا على أن وزارته لن تدفع نحو سن قانون للتجنيد في صفوف الجيش الإسرائيلي دون موافقة جميع مركبات حكومة الطوارئ التي تضم بالإضافة إلى معسكر اليمين بزعمة نتنياهو تحالف المعسكر الوطني برئاسة جانت تحالف المعسكر الوطني برئاسة جانت تحالف المعسكر الوطني برئاسة جانت أما الآن ننتقل إلى تطورات الوضع في الضفة الغربية المحتلة الثاني يريد أن يسع فضربوا الإحتلال الإسرائيلي مجرم بتهمة التجوير كلهم بدأ القدس كامل بطريب الأهالي وعطفالات وكاملان تبتحام بعض البيوت يصير تبتحامات المساوطرين بسيد البحجار تكفي السيارات أصفوا الشاهد بدموا أعلنت الصحة الفلسطينية استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة ثمانية آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتمحامه قرية كفرنعم غربي مدينة رامالة وسط الضفة الغربية وأطلقت قوة خاصة إسرائيلية الرصاص تجاه مركبة قرب القرية معدى لإصابة ثلاثة أشخاص وهاجمت عشرات الآليات الإسرائيلية القرية وحاصرت منطقة المروج ما أدى لاندلاع مواجهات أصفرت عن سقوط أربعة شهداء وكثير من الجرحة وأفدت وزارة الصحة بوصول المصابين إلى مجمع فلسطين الطبي في القرية دهمت قوة الاحتلال المحالة التجارية وأماكن عامة جنوبي مدينة قلقيلية بالضفة الغربية في الوقت نفسه وقعت انفجارات قوية شرقي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية تزامنا مع استمرار عمليات الاقتحام التي تنفذها قوات الاحتلال بالمدينة يأتي هذا فيما واصل جيش الاحتلال الدفع بتعزيزات عسكرية باتجاه مخيم بلاطا شرقي نابلس أكد القياد في حركة فتح مونير الجاغوب أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتمتع بصحة جيدة جدا وعضف أن الرئيس عباس سيشارك غدا في مؤتمر البحر الميت الأردن أو في الأردن ومؤكدا أيضا أنه لا يتمت صحة الأخبار التي ترتبط بإصابته بوعكة صحية للحقيقة بيصلة وأنه الآن يتواجد في مقر إقامته بالبحر الميت عشية انطلاق القمة المزمع عقدها هناك ننتقل الآن إلى تطورات الأوضاع في لبنان ننتقل الآن إلى تطورات الأوضاع في لبنان أفاد مراسل القاهرة الإخبارية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ سلسلة غارات استهدفت منطقة حوش السيد علي في منطقة الهرمل إحدى قرى محافظة بعلبك بلبنان وذكرت تقارير لبنانية أن القصف أسفر عن مقتل خمسة أشخاص هذا وأطلق نيران جيش الاحتلال تسعة صواريخ باتجاه أربعة أهداف بمنطقة الهرمل معلنا قصف أهداف تابعة لحزب الله تخدم التعزيز اللوجستي اشتركوا في القناة أقر جيش الاحتلال بإسقاط مسيرة إسرائيلية في منطقة الرحان جنوبي لبنان وذكر جيش الاحتلال أن خلية تابعة لحزب الله اللبناني أطلقت صواريخ مضادة للطائرات على المسيرة بينما أفاد مراسلنا بأن طيران الاحتلال شنغارات على موقع سقوط المسيرة بين بلدتي عيت الشعب وعيترون ومنطقة الجبل أو جبل الرحان بجنوبي لبنان نشرتنا مستمرة وفيها بعض الفاصل لليوم الثاني والأخير وزراء خارجية دول بريكس يواصلون اجتماعهم اليوم ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جديد أعلنت فصائل عراقية ضرب أهداف حيوية في إيلات بالطيران المسير وذكرت الفصائل في بيان لها أنها تمكنت من إحداث إصابات مباشرة في الأهداف الإسرائيلية دعما لقضاع غزة أفادت مراسلتنا بأن صفرات الإنذار دوت في هضبة الجولان السوري المحتلة ومنطقة صفد وكثير من البلدات الحدودية وأضافت مراسلتنا أنه تم تفعيل دفاعات القوية في الجولان عقب إطلاق صافرات الإنذار من جانبه قال حزب الله أنه استهدف بسرب من المسيرات الإنقضاضية مقرا قيادي تابعا لفرقة الجولان مائتين وعشرة شاعل الإسرائيلية وأنه حقق إصابات مؤكدة فيه يتواصل لليوم الثاني والأخير في روسيا اجتماع مجلس خارجية دول التجمع بريكس يأتناول الاجتماع ملفات التعاون بين دول التجمع إضافة إلى عدد من قضايا الإقليمية والعالمية اجتماع وزراء خارجية البريكس المنعقد في مدينة نيجني نوفغرود الروسية ويترأسه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف هو أول اجتماع وزاري بعد توسيع البريكس في عام 2023 على طاولة الاجتماع الذي يستمر لمدة يومين تأتي سبل دعم علاقات التعاون وعدد من القضايا الإقليمية والعالمية على رأس أولوية المناقشات تجمع البريكس هو تكتل يعد من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم كما أنه يمثل نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمية كانت مفاوضات تشكيل هذا التجمع قد بدأت خلال اجتماع لوزراء خارجية البرازيل وروسيا والهند والصين في مدينة نيويورك في سبتمبر عام 2006 على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي يونيو عام 2009 عقد زعماء دول تجمع البريكس أول قمة لهم تحت اسم بريك في مدينة يكترينبورغ روسيا وعقب انضمام جنوب إفريقيا عام 2010 أصبح اسمه بريكس وفي وقت لاحق وتحديدا في الأول من يناير عام 2024 انضمت مصر وإيران والإمارات وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا كأعضاء كاملين جدد في التجمع اشتركوا في القناة قال وزير خارجية بيلاروسيا سيرجي إلينيك إن اجتماع وزراء خارجية مجموعة بريكس سيناقش طلب انضمام مينسك إلى المجموعة وفي لقاء مع القاهرات الإخبارية في روسيا قال إن المجموعة ستبحث إيجاد حلول بديلة للتعاملات المالية بين أعضائها مجموعة بريكس تلفت انتباهنا منذ فترة والعام الماضي تقدمنا بطلب رسمي للانضمام إليها ونحن على علم أن الأمر سيناقش ضمن اكتماع وزراء خارجية دول بريكس وكلنا أمل بإتمام الموافقة قبل قمة المجموعة الخريفة القادمة بالطبع بريكس اليوم يعتبر قاعدة جيدة لعالم متعدد الأقطاب بحيث تضم المجموعة الدول التي تحترم القانون الدولية وتعمل به الكثير من المواضيع التي سيتم نقاشها خلال الاجتماع خاصة التعاملات المالية وهذا شيء يهم كثيرين في ظل الضغوط والعقوبات الغربية والتي تدفع مجموعة بريكس لإيجاد حلول بديلة أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري في كلمتين خلال جلستين باجتماع بريكس عن القلق مما تثيره النزاعات المتصاعدة في المنطقة خاصة الحرب على قطاع غزة وأدان شكري لعمليات العسكرية الإسرائيلية العشوائية التي أدت إلى خسائر في أرواح الأبرياء بصورة غير مسبوقة ودمار واسع النطاق وعدم استقرار في المنطقة وشدد على موقف مصر الداعي لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار والتأكيد على الحاجة الملحة لوصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة دون قيود محذرا من العواقب الوخيمة للعدوان الإسرائيلي في رفح اشتركوا في القناة وعلى هامش الاجتماع التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري مع ناليندي باندور وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا وخلال اللقاء حذر شكري من الخطورة البالغة للأوضاع في قطاع غزة وتداعيات الإنسانية المأساوية ونزيف الأرواح المستمر وأكد شكري رفض مصر لكافة الأعمال العسكرية والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة في مدينة رفح الفلسطينية واستعرض شكري جهود مصر للتوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع لتخفيف المعاناة عن الفلسطينيين مشيدا بموقف جنوب إفريقيا الداعم للقضية الفلسطينية في محكمة العادل الدولية والدفع قدما لإيجاد حل عادل ودائم لتلك القضية أعلن الجيش السومالي في بنين رسمي له أنه أحبط هجوما لحركة الشباب الإرهابية والحق بها خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات وذلك بالتعاون مع قوات أهلية في مدينة عيلتير وسط البلاد وذكر الجيش في بيان له ذكر فيه أن أكثر من 47 عضوا من حركة الشباب المتطرفة قتلوا في عمليات عيلتير بولاية جلقود وسط البلاد المزيد في رسالة مراسلنا من مقديشو نفذ الجيش السومالي عملية عسكرية وسط البلاد حيث تصدى لهجوم لحركة الشباب على مدينة أليري في محافظة جلقود وسط البلاد حركة الشباب بدأت أهجماتها على تلك المنطقة بسيارات انتحارية لكن الجيش السومالي والمقاومة الشعبية المتواجدة هناك تصدى لتلك الهجوم وصيدرت حركة الشباب فعليا تلك المنطقة ساعات قليلة لكن بعد حصول إمدادات عسكرية من الجيش السومالي تمكن من إعادة الصيدرة على تلك المنطقة وأعلن الوزارة الإعلام الصومالية مقتل 47 مصلحا من حركة الشباب وأيضا قضى خمسة عناصر من أفراد الجيش السومالي خلال عملية التصدي بعد هذه العملية العسكرية الجيش السومالي واصلت تصعيده ضد حركة الشباب وداهم من منادق في جنوب ووسط البلاد حيث نفذ عملية عسكرية في المنادق الحدودية بين محافظة الشباب للوسطى ومحافظة القدود حيث استعادة مديرية رونرقود التي كانت سيدرة حركة الشباب خلال الأشهر الماضية خلال 24 ساعة تمكن الجيش السومالي أيضا من نزع سيدرة حركة الشباب في منطقة واقعة في محافظة جوبا السفلة في ولاية جوبالند الصومالية كل تلك العمليات تأتي بعد محاولات حركة الشباب بإعادة حياء نشادها في تلك المنادق والعودة إلى الحياة لكن الجيش السومالي كان له بالمرصد خلال تلك العمليات العمليات التصدي ساهمت أيضا أصدقاء دوليون الذين يساعدون الجيش السومالي في تغذية التغذية الجوية خلال تنفيذ تلك العمليات القائد قوات المشادة الصومالية وصل إلى مدينة علير التاريخية التي صدرت برحمة كبيرة حيث أشادت الأجهزة الأمنية والحكومة الصومالية بتلك التصدي البدولي حركة الشباب زعمت وفق مواقع إخبارية تابعة لها بمقتل نحو 60 عنصر من الجيش السومالي لكن هذه المزاعم لم تطبق إدعاد تلك الحركة حتى الآن ولم تقدم أي دليل ملموس حول ذلك لكن القائد قوات البرية الصومالية موجود في مدينة علير التي تصدد وببسالة لهجمات حركة الشباب المؤخرة الجيش السومالي يستعد لمرحلة جديدة من التصديات في محاولات حركة الشباب التي تحاول اختراق المكاسب الجيش السومالي التي حققها خلال العملية الماضية لكن الأصدقاء الدولين والجيش السومالي كانوا لها بالمرصاد لتصدي ولمنع تحقيق مكاسب ميدانية ضد ما حققه حتى الآن أعلن المكتب الرئاسي ومجلس الوزراء في ملاوي اختفاء طائرة كانت تقل نائبة رئيس ملاوي ساولوس شليمة وتسعة أشخاص آخرين وذلك بعد فشلها في الهبوط في مطار مزوز الدولية وأوضح بيان المكتب الرئاسي ومجلس الوزراء أن جميع الجهود التي بذلتها سلطات الطيران الاتصالي بالطائرة التابعة لقوات الجيش في ملاوي منذ اختفائها عن الرادار قد فشلت حتى الآن وفيما له صلاة أمر رئيس ملاوي لازاروس مكارثي تشاكويرا الوكالات الإقليمية والوطنية بإجراء عملية بحث وإنقاذ فورية لتحديد مكان الطائرة المفقودة ترجمة نانسي قنقر يستعد قطار المشاعر لنقل الحجاجة عبر ألفين رحلة خلال موسم الحق الحالي ويسهم قطار المشاعر في تطوير وتنظيم انتقال ضيوف الرحمن بين المشاعر المقدسة مما يثري تجربتهم ويجعل أداء مناسكهم أكثر سلاسة وراحة وتبلغ الطاقة الاستيعابية للقطار اثنين وسبعين الف راكب بالساعة الواحدة في الاتجاه الواحد أيضا كما تبلغ سرعته ثمانين كيلو مترا في الساعة ويستطيع قطع مسافة بين منا وعرفات خلال قرابة عشرين دقيقة في إطار برنامج إهداءة المصاحف تعتزم رئاسة الشؤون الدينية بالحرمين الشريفين توزيع مليون مصحف مترجم لضيوف الرحمن حتى نهاية موسم الحق ويهتم البرنامج بإهداء المصاحف المترجمة إلى اللغات العالمية لحقاج بيت الله الحرام وفق مستهدفات خطة موسم الحق لإثراء تجربتهم الدينية وليكون القرآن خير زاد يحملونه إلى أوطانهم من الحرمين الشريفين يتواصل مئة آلاف من الحقاج على المسجد الحرام لأداء توافل قدوم مع بداية موسم الحق للعام 1445 هجريا ولم تغب معاناة الفلسطينيين في غزة عن عقول وقلوب ضيوف الرحمن بينما ساد الحزن لدى العديد من الأسر الفلسطينية التي حرمها الحصار المفروض على غزة من الذهاب إلى رحلة الحق وسط أجواء يملأها السكينة والطمأنينة أدى المئات من ضيوف الرحمن من من وصلوا إلى مكة المكرمة طواف القدوم مهللين مكبرين فرحين بما أتاهم الله من فضله وامتلأت ساحة المسجد الحرام بالحقيق الذين أتوا من كل فج عميق في هذه البقعة المقدسة محملين بدعوات وأمنيات تفيض بها الألسن والقلوب والعيون قلوب الحجيج مثلما حملت معها شوق الوقوف في هذا المشهد العظيم حملت معها أيضا معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة واختلطت مشاعرهم بمشاعر هؤلاء الأبرياء الذين يعيشون مأساة دخلت شهرها التاسع شهدوا خلالها ويلات القتل والفقد والتجويع والتهجير إنه لأمر محزن للغاية أن نرى ما يحدث كل يوم في غزة ونحن منزعجون تماما حتى أننا نشعر بالعجز لكن صلواتنا دائما مع غزة ومن المحزن أيضا أن نرى الناس يموتون كل يوم أمنيتي لغزة هي أن تنتهي هذه الحرب قريبا جدا وأن يتم إنقاذ حياة الناس ومثلما تتعلق قلوب وعقول كل المشتاقين وتهفو إلى مكة المكرمة كانت قلوب أهالي غزة تواقة للذهاب إلى رحلة الحق هذا العام إلا أنها أمنيات بددها عدوان الاحتلال الإسرائيلي الذي حاصرهم وضمر بيوتهم وممتلكاتهم وقتل أحباءهم كل سنة من السنة نطلع في شباعد ذهبي وكل ما أملك لأن كان علينا دين في البيت اللي بنينا جديد مش قادرين إن نقدر نسجل وعندما طلع اسمنا سكره صارت الحرب وكل أمالنا راحت يعني كنا مبسوطين كثيرا أن نطلع اسمنا وبدنا نطلع وفي الآخر كل أحلامنا راحت وزعلنا كثير كثير زعلنا ما بين دعوات حجاج بيت الله الحرام ودعوات أهالي غزة يأتي موسم الحج على عموم المسلمين هذا العام ولا يزال قطاع غزة يأن تحت وطأة حرب مستعرة غير مسبوقة وتبقى أكف الضراعة مرفوعة إلى الله في الأيام العشر من ذي الحجة ومن المشاعر المقدسة بأن تتوقف الحرب وأن يأتي عيد الأطحى المبارك على القطاع محملا بهدنة يلتقط معها الفلسطينيون أنفاسهم ويتنسمون خيوط الحياة لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك موسيقى 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 ترجع عجز الميزانية الروسية في أول خمسة أشهر من العام الجاري على أساس سنوية ليصل إلى تسعمائة وثلاثة وثمانين مليار روبل وعزت وزارة المالية الروسية ترجع العجز إلى نمو الإرادات بنسبة خمسة وأربعين وخمسة من مئة بالمئة على أساس سنويا في الفترة من يناير إلى مايو حيث قفزت إرادات قطاع النفط والغاز إلى ثلاثة وسبعين فاصلة خمسة بالمئة زادت مبيعات السيارات في الصين بنسبة عشرة بالمئة في مايو على أساس شهري بدعم من تدابير التحفيز التي أطلقها بنك الشعب الصري وعلن البنك إزالة الحد الأقصى التنظيمي للقروض للأشخاص الذين يشترون إما سيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي أو مركبات الطاقة الجديدة لاستخدامهم الخاصة وفي الوقت نفسه استمرت أسعار الفائدة على قروض السيارات في الانخفاض رجح رئيس البنك المركزي الألماني يوكيم ناكل أن لا يقدم البنك المركزي الأوروبي على قفض الفائدة مرة أخرى لفترة من الوقت وذلك لمراقبة مدى سرعة تراجع التضخم إلى مستهدفه البالغ 2% وحذر ناكل أن صنع القرار السياسات من حالة عدم اليقين التي لا تزال مرتفعة بشأن الاقتصاد وتطور ضغوط الأسعار ضعفت البنوك الصينية استثماراتها في مشروعات الطاقة المتقددة في بريطانيا بواقع ثلاثة أضعاف خلال العام الماضي وأصدرت المؤسسات المالية الصينية أكثر من 12 مليار دولار في شكل سندات خضراء عبر بورصة لندن وبحلول يناير من العام الجاري أصدر بنك الصين في لندن سندات مستدامة بقيمة 2.4 مليار دولار انخفض اليورو تأثرا بدعوة الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون إلى إجراء اتخابات تشريعية مبكرة بعد هزيمة حزبه في انتخابات البرلمان الأوروبي وتراجع اليورو إلى 1.0746 أو 764 دولار وهو أدنى مستوياته منذ 9 من مايو في المعاملات المبكرة في آسيا وسجل في أحداث التداول له انخفاضا بنسبة 0.24% إلى 1.0776 دولار مع تقييم المستثمرين لتداعيات تجدد ضبابية السياسية في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر رياضيا تعادل منتخب مصر خارج مع لعبه مع منتخب جينيا بيساو بهدف لمثله في الجولة الرابعة من تصفية أفريقيا المؤهلة لنهائية كأس العالم لكرة القدم عام 2026 وتقدم أصحاب الأرض أولا عن طريق بلدي بالدقيقة الثانية والأربعين قبل أن يتمكن محمد صلاح قائد منتخب الفراعنة من تسجيل هدف التعادل بدقيقة السبعين التعادل رفع رصيد منتخب مصر إلى عشرة نقاط في المركز الأول بالمجموعة الأولى كما ارتفع رصيد جينيا بيساو إلى ست نقاط في الوصفة استعاد منتخب الجزائر توازنه في تصفيات الإفريقية المؤهلة لمنديال 2026 وعد بانتصار كبير من ملعب منديلا الوطني على حساب أوغندا بهدفين مقابل هدف ثنائية المحاربين سجلها حسام عموار بدقيقة السادسة والأربعين وسعيد بن رحمة بدقيقة الثامنة والخمسين فيما سجلت رافيس مونتيابا هدف أوغندا الوحيد في دقيقة العاشرة وبهذه النتيجة رفع منتخب الجزائر رصيده إلى تسع نقاط في صدارة ترتيب المجموعة السابعة فيما توقف رصيد أوغندا عند ست نقاط في المركز الخامس أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن مشاركته بشكل طبيعي في بطولة كأس العالم للأندية عام 2025 وقال الريال في بيان رسميا له أنه لم يتم التشكيك في أي لحظة بمشاركته في كأس العالم للأندية الجديد الذي تنظمه الفيفا في الموسم القادم وسيخد النادي هذه البطولة الرسمية كما هو مقرر كذلك بعد أن قال كارلو أنشيلوتي مدرب الريال في تصريحات صحفية إن فريقه لن يشارك بالبطولة لضعف المقابل المادي بها ولتجنب إرهاق لعبيه لكثرة المباريات والبطولة بالموسم إلى هنا تنتهي نشرتنا وإليكم تذكرة بالعناوين أكثر من عشر شهداء جراء استهداف منازل سكنية في مدينة غزة ومخيم النصيرات الأردن يستضف اليوم مؤتمر حول قطاع غزة من أجل تعزيز الاستجابة الدولية لإيسال المساعدات الإنسانية والطبية الطارئة مقتل خمسة أشخاص جراء قصف إسرائيلي استهدف العمق اللبناني نهاية النشرة في أمان الله اشتركوا في القناة